السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين اياه? يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوكاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخار بي القرآن الكريم لمواليد برد الميزان. صلوا على النبي عليه فضل الصلاة والسلام. اللهم بشرنا بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. احبابنا في الله. ادعموا الفيديو باللايك وانزلوا في التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى عليه فضل الصلاة والسلام. انظر الصورة ستخرج لمواليد برد الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. صورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يصلي على سيدنا محمد. الفادح عندما اغلق بسم الله الكشف. بسم الله الكشف. ترى الملح الروحاني. يقول لك ايه? بسم الله. هناك أشخاص تحاول تهد من طموحك أو تهد من طموحك أو طموحاتك وتجعلك وعايزة تفشلك في حياتك وهذا يعني نتيجة من الغيرة اللي حواليك حاول أن ترتب أمورك بشكل صح وحاول كمان تغير من بعض تفكيرك اللي أنت مستمر عليه من فترة طويلة عندك شخص يعني هيكسر خط بخاطرك بسبب يعني كلامه المزعد وعندك شخص من عتبة العالة هيكون مزعج ليك خلال الفترة القادمة هنا بقول لك أنت تعبت كثير ومريت بظروف كانت تعب وضغط بنسبة يعني ليك شخصني بنسبة يعني كبيرة ليك في شخصني أنت سمحته كثير الشخص ده أنت سمحته كثير من مرة ومرة وهتضطر تتنازل عشان تسامحه برضو مرة كمان احذر من الحب خلال الفترة دية بمعنى أدق حاول تعرف آآ فين اللي بيحبك وعايزك في حياتك شايف هنا يعني هترزق بمبلغ هترزق بمبلغ مالي هتفرح بيه شايفك هترزق بمبلغ مالي وهتفرح بيه وعندك هنا الله مصدع على سيدنا محمد عندك هنا يعني شخص آآ قلبك هيكون يعني قلبك هيكون مرتاح لي شايف هنا في يعني معاك يعني هنا قلبك هيكون مرتاح لي في التصرفاته وآآ وفي طريقته هيكون قلبك مرتاح لي شخص هنا بيرجع لك يعني بيرجع لك بطريقة يعني ندم بطريقة ندم وكأنه يعني مهم حاولت يعني تصفي منه لكن إن انتقامك أقوى من قلبك انتقامك أقوى من قلبك بحس ان عندك الحب الكبير ليه إنسانة يعني بتتجسس عليك دخلها وسط الحب الكبير الإنسانة بتتدسس عليكم في كل مكان وكأنها مش رايدة ليك الخير وعندك هنا أشخاص بيحسدوك على النعمة يعني على النعمة اللي عندك حواليك يعني عندك هنا قرار هتأخذوا في الشغل وهتتواجه معها شخصيا بس خلي بالك من المواجهة لأن هنا هيكون فيها إحراج ليك احذر من الأبراد يعني هنا إن أبراد تخلي بالك منهم ناس يعني خلي بالك من هذين شاف هنا الله مرص الله على سيدنا محمى في عندك مشكلة معها شخصيا هتنحل مع شخص وهتتخاصم مع شخص تاني في عندك نقلة من مكان لمكان وفي عندك خبر يعني بحالة وفاء بحالة وفاء خبر عندك بحالة وفاء وفي عندك هنا تعب الفترة دية تعب الفترة دية هيجي ليك في المعدة عندك قضية ربنا هينصرك فيها بإذن الله عندك يعني هنا انضي على ورقة أو شافك بيطمد على ورقة أو أوراق من شخص مهم هذاري الفترة دية إنك تقع في ظلم وما تعرفش تخرج أو تخرج نفسك منه في موضوع السفر بيجي لك على غفلة موضوع السفر بيجي لك على غفلة موضوع السفر دية يعني بس يا عايزة انت هنا ماشي انت تعبت أو انت تعبت كثير وللأسف مش لاجي حتى تتكلم معه أو تفتفض معه بالك مشغول شخصيا فيه شخص سابق وينعزل عنك ولكن مكانته لسه في قلبك ولكن مكانته لسه موضوع في قلبك ابعد الفترة دية عن أي الكيل والكال لأن بسبب كلام غيرة غيرت بعض الأشخاص اللي حواليك هتوجعك في مشاكل ما كنتش متوقعها في إنسانة هنا عندها يعني منك الغل والانتقام احذر منه لأن تصرفاتها هتكشف عدوانيته قرار هتأخذه يخص العمل قرار هتأخذه يخص العمل عندك محكمة أو قضية لكانت على البال ولا الخاطر ولكن رب العالمين بينصرك فيه بعد ثلاث أوقات بتتحقك حادث انت عايزه وانا شايف انك عندك تصليحات تخص عتبة البيت الفترة دية في شخص هنا بيحكي معاك في موضوع وانت دماغك يعني هنا هتكون بترتب لموضوع تاني أنا شايف هنا يعني اللهم صلى على زيدنا محمد انت هنا الظلمت الظلمت كتير ولكن من بعض الظلم نصر وعندك هنا الفترة اللي جاية عدة نصرات هتبستك خلاف معاحد من عتبة البيت وفي هنا موضوع انت هتتكلم فيه معاحد وهتكون قاصد تكلم فيه عشان تعرفوا او تعرفهم او تعرفوا حقيقة الشخص ولكن هنا بعد ما يسمع منك هيواجهك معاه وهتحط يعني فيه موقف يعني هتخطه في موقف محرط رغم انك حابب تبين الحقيقة بس احذر من الاستغلال خلال الفترة دية احذر من الاستغلال اللهم صلى على سيدنا محمد وانتبه على شغلك انتبه على شغلك على كد ما بتكدر لانك هنا ممكن تتعرض للخسارة ممكن تتعرض للخسارة خلي بالك في اي وقت شايف هنا بقول لك عندك سفر برضه طريق السفر مفتوح معاك وشخص يعني هنا بيمضي لك على ورقة بيمضي لك على ورقة بتسعى يعني لها من فترة في مبلغ مالي هيجي لك من الدولة او من حكومة او في محكمة شايف هنا تتعرف على شخص روحاني شايف هنا في شغلك يعني شايف هنا في شغلك عندك هنا وعكة رجلك رجليك اه معده الم في الظهر صداع شايف هنا يعني هنا اه اه في حد رجعلك شخص من الماضي بس قدم يعني اه ما يحاول يبين كبرياء وعليك قدم عزته كانت موجودة دواق شايف هنا بتتعرف على الشخص الفترة دي وتعرف عليه شخص شايف هنا لان في بيتك مشكلة في بيتك مشكلة في بيتك مشكلة ستنحل ستنحل المشكلة شف بيتك مشكلة عندك وهتنحل ستنحل بإذن الله تعالى عندك تغير عربية في تغير عربية او يعني اللهم صلى على سيدنا محمد او شراع عربية عندك شخص متزود يعني تتعرف عليه او تتعرف عليه قريبا شخص يعني عيونه هتكون زائع بس الشخص ده تكون زائق عيونه على حدات هيطلب منك اكتر من حادق وحادق مبلغ اه شايف هنا مبلغ عندك اه اللهم صلى على سيدنا محمد الخير قادم الخير قادم ليك الخير قادم ليك الخير قادم ليك بإذن الله تعالى الخير قادم ليك اللهم صلى على سيدنا محمد بالفضل ما ليس امر انا احبابي في اللا دعم الفيديو باللايك شاف عندك هنا برضو تغير او شافك ان انت تغيرت انت يعني هنا او انت متجاهلة اه ناس كتير مش فارقة معاك او مش فارقة معاك هم بيعملوا ايه لكن قررت تحب نفسك حاسس انك طاقتك هادئ ومش خسران وانت راضي وبتعزز يعني شافيت انا بتعزز بآ نفسك اه شافيت اتعزز نفسك وبتقول مش مستني انه تكلم آآ الشخص ده كنت ضعيف قبل كدي لكن دلوقت لا شافي خطوبة خطوبة في ارض بيض كل خطوبة اه او زوotti في ارض بيض كم شافهك بس نعم شافك زعلان ماذا لمزعلك وكسر قلبك شايف هكذا زعلان مجروح لأنه عندك هنا هو الباب اللي تقفل في وشك من سنين الباب اللي يتفتح قدامك باب رزق باب رزق عندك هنا يعني استلام ورقة فيها نجاحتك يعني نجاحك من المدرسة أو النجاح أو شيء كده تغير عندك مكان منزلك أو هتجدد المنزل أو هتجدد منزلك أو هتغير المنزل اللي انت فيها تشتري منزل جديد طريق السفر قدامك مفتوح فيه رزق ان شاء الله فيه راحة ليك بإذن الله تعالى اللهم اصل على سيدنا محمد جاي لك الفرحة من غير ترتيب وعوض من ربني بعد كل التعب اللي حصل في حياتك يعني شاهد انت تعبت كثير تعبت سترى كدرة الله في تحقق ما صبرت الأجله كل شيء سيتغير في لحظة لصالحك لأن الله يريد ذلك فلا تقل مستحيل ولا تفكر في كيفية الفرد ستنحل بإذن الله تعالى عندك هنا مبلغ مالي يعني مبلغ كويس محترم قد تكون مكافئة أو غدية أو ردوع دين بإذن الله أو رجوع دين ردع لك حقك رادع يعني بس عايزك تنتبه من أشخاص احذر من الأشخاص دي قد تعتقد أنهم مقربون ولكنهم هم يعني يفتشون إسرارك ويتمنون لك الضرر احذر منهم دولي احذر وينتبه جيد من هذا العين الحاجد الحاسد الذي يعني تعرك الحادات كثير تعرك المسار حياتك ومزادك اليومي بيجالها معاك يعني فترة هناك شخص قريب بينك حاسد وحاطب يقرحك أصابك بالعين بدل المرة كتر من مرة هو بجنبك ولكنه يشعر بنقص يشعر أنك تمتلك ما لا يستطيع أن يملكه العين من سيطرة عليك في الحركة والعمل والراحة والحب دايما تشعر بالكسل وعدم الراحة سوى في النوم أو فعل الأشياء أو التعطيل شايف برضو حتى سيرة العلاقات أو العلاقات حتى في صحتك تشعر بالألم في الرأس والمفاصل وخصوصاً هذا الفترة وهذا الشخص قريب منك جداً بجوارك في كل تفاصيلك هذا شخص حاسد وحاقد يتمنى لك الشر لا يتمنى لكش الخير أسأل الله العظيم رب العاشر العظيم أن يشفيكم من كل دا أن يؤذيكم أتمنى من أحبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك وإن كنت لم تشتركوا فيها القناة فليشرفني اشتراكم فيها القناة وعلاد السحر وعلاد المس وعلاد الحسد داخل القناة كلهم ينزلوا من قبل والرقم أمامكم اللي حاب يتواصل معنا فيها الألدات يتشرفنا يتواصل معنا على الواتس وإن شاء الله نكون في حسنا ظنه فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو باللايك وانزلوا فيها التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى عليه أبضل الصلاة والسلام والسلام